ترجمة نانسي قنقر هي قوة هامة يسيطر عليها ويوجهها ويضع لها أجندات تناسب سياسته الخارجية لتحقق له مكاسب استراتيجية وتخدم مطامعه المتمثلة بإحلال الخراب وزعزعة الأمن والعبث بالعقول والأفكار في الوطن العربي ومن أبرز أذرعه أكاديمية التغيير التي فضحها الفيلم الوثائقي الذي بثه تلفزيون البحرين تحدث فيه شباب بحرينيون عن محاولة تجنيد النظام القطري لهم ضد وطنهم تم تجنيدي لإسقاط النظام في البحرين تجنيدي تم من قبل أكاديمية التغيير تم تدريبي في العاصمة النمساوية في يناير 2012 كانت تجربة بالنسبة لي غريبة وجداً مثيرة لأن كنت أبحث عن مجموعة معلومات وعن مجموعة إجابات لما صار في البحرين في 2011 وليما مرت فيه معظم الدول العربية من تغيير ومحاولات للتغيير فأول ما حصلنا على أكاديمية التغيير ورحنا فيها أنا والأخ يوسف لطلب العلم تفاجأنا أننا المراد منه أن نسقط النظام في البحرين وأن أكون أحد مدربين أسقاط النظام في مملكة البحرين تدريس وتدريب وتعليم دقيق لتضليل عقول الشباب وغرس بذور الشر والعنف في قلوبهم وعقولهم على مبدأ زائف وكاذب يرمي بهم وبأوطانهم إلى نار مستعرة لا ينجو منها أحد هذا هو نهج أكاديمية التغيير القطرية أو كما تصفها أفعالها أكاديمية التدمير ونحن نساعد الشعوب المظلومة بصرف النظر عن كانت هي مسيحية زيدية مسلمة كنا دائما نسأل ماذا لو مسكنا قال ما حبي مسكك لأن نشاطك جدا طبيعي وعملكم لو مسك واحد من عندكم بنشعل لك كل العالم معاك بالنسبة لما حدث في البحرين في 2011 بعد ما درسنا في الأكاديمية اكتشفنا كل الأحداث 100% إذا ليس بأكثر كل الأحداث التي مرت فيها البحرين وقامت بها مجموعة جماعات راديكالية في البلد كل الخطوات التي قامت بها خطوات مندروسة خطوات ممنهجة خطوات مقصودة خطوات محددة ومذكورة في كتب اللعب بالتفصيل تسوي كثير من الرسمات الخاصة بالعلاقات داخل البحرين علاقة السنة بالشيعة على علاقة الشيعة بمثلا البرلمان علاقة السعودية المملكة العربية طريقة الضغط على السعودية هذه جدول جدا معقد لو أنا أسلم أو أرويك إياه هذه الجدول تتفاجأ أن أنت ما بتفهم شيء بل إنهم في ظلال ظلال أرادوا للوطن العربي أن يعيشه شعبه وأن يتشرد أبناؤه ويتيتم صغاره بحجة التغيير الزائف وما يحمله من أوهام كبيرة بالنسبة للأكاديمية ومشروعها في المنطقة فحنا نتكلم عن أن في مجموعة دول مستهدفة هي البحرين هي الكويت وعندنا أيضا دولة الإمارات وعرف أن مجموعة إماراتيين في ذاك الوقت تدربوا في الأكاديمية ففي النهاية هذه الدول كلها تعيش عملية تغيير سياسي من خلال تكليكات اللعف وفي النهاية اللي راح تتأثر الهدف الأكبر هي السعودية بس عملية دفع الرسوم ما تكون في فيينا تكون في الدوحة عن طريق مصرف قطر الإسلامي وهي أيضا يثير استغرام من ذي الفترة لأنه علاقة البنك القطري أو قطر بالأكاديمية أكاديمية التغيير وغيرها من أدوات إحلال الخراب في الوطن العربي أدوات فضحت وكشفت أهدافها وتعرى النظام القطري من زيفه وخداعه وظهرت الحقيقة كما كان ينبغي لها أن تكون جلية لجميع المواطنين في الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر